السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي حان شاء الله نقدمو واحد موضوع ديال ما هي الشهور الشهور السنة التي يمكن فيها تحصين الاراني دا كما كان عرفو بالنسبة للمبتدئين كل شي كي خاف من هاد القضية ديال التحصين يعني من كي سمع تحصين كي قول باللي راكين شي حاجة ما اسمه هو تحصين ديال العام كامل اسمه او الامراض شنه هما بالنسبة للتحصين ارى ساهل ماهل يعني بالنسبة للطريقة ديال التربية ديال الاراني بالواحد ما يخافش يعني كل مبتدئ انا كننصح كل مبتدئ انه يتب بعد فيديويات في هذه القناة او في قنوات اخرى ويشوف شنه هو التحصين تحصين عموما راكين جوج ديال انواع ديال التحصين التحصين ضد التسمم الدموي والتحصين ضد التسمم معاوي التسمم الدموي هو الشائع يعني هو اللي كي يمرضو به الاراني بزاف يعني مني كيموت الارنب اللي يحفظ كي يسيلو دي دم من نيفه اما بالنسبة للتسمم معاويه هذاك معروف كي يكون عنده الارنب يعني كي بقي يجري في واحد جهه كأنه خائف من شيء ما وتكيطيح يعني قدام كيطيح كي النوع اخر كي يسيلو الماء من اللور دياله اذا شنه هو الانواع ديال التحصين واسمهما الشهور اللي ممكن اننا نحصنوا فيها كين ثلاثة ديال الشهور اللي هي اللي كي يكون فيها الامراض اي موربي ديال الاراني يكون على بال بهذا القضية ديال الشهور اللي كي يكون فيها الامراض اذا اول شهر هو شهر ثلاثة تابعوا شهر ستة وتابعوا شهر تسعة اذا عقلوا معايا اخوان كين شهر ثلاثة وستة وتسعة هادو كيكون فيهم الامراض بزاف اغلبية كيكون فيهم امراض ديال تسمم الدموي يعني هادك الشيك يكون في الجو ما يمكنش احنايا قضية ديال التنظيف او نقول له جاراب او الا هادو كوكسيديا يعني كوكسيديا او الكروكسيديا الا هادك الشيكول شي امراض هادك كتجي في الحين يعني من اخطاء ديال الموربي اما بالنسبة هاد الشهر ديال شهر ثلاثة وشهر ستة وشهر تسعة هادو كتجي فيهم واحد الامراض يعني فيروسية ما ممكنش حنايا نشوفوها بالعين او نكونوا حنايا اللي خطأنا باش باش درنا هادك داك المارض لا بالنسبة الاسماء ديال الادوية معروفة يعني كيني بخافاك كيني بخافاك هو إبرة دير التسمم الدموي كتتضرب فوق العنقرة يعني كتجبد للحم وكتضربها تحت الجلد يعني فوق العنقرة يعني فوق العنق يعني فوق العنق كيني التسمم الدموي هو هادا كيني التسمم معاوي الناس اللي بغوا يضربوا ليبرة كيني تسميتها سيفافاكس سيفافاكس الناس اللي بغوا يديروا السيرو سوا رخيط في التمان رادي ما كان هدرا عليه هبا غينول هدرا عاد ولا متاح في الصيدريات وراء كل شي للموابين سعملوه وراء داير بحالو بحال TPS-TMP-S هادا كدوا يعني مني كتشوفوا الأراني بديلكم بدوي مرضو من الكرش ديالهم الناس اللي كيعطعوا الأشياء الخضراء كتديروا هاداك TMP-S أما التحصين هبا غينول هبا غينول كتبدأ بH هبا غينول الناس اللي محترفين را كيديروا هادا الأدوية الناس المتدئين ما يخافوش يقولوا بلا را كينشي أنواع أخرى من الأدوية ولا را هدوهم والأدوية المتاحة اللي كيني في الصخ يعني بالنسبة في المغرب هذا هو الأدوية اللي كينين بالنسبة للمصريين أو سوريا أو الخاليج يقدر يكون عندهم أدوية أخرى ولكن نفس تركيب ومعاد بالنسبة للمصريين عندهم القادية ديال ما شيء أدوية وإنما الأشياء ديال الخصوبة يعني معادن على ثنائي فوسفات السوديوم ثنائي فوسفات الكالسيوم هادو بالنسبة للخصوبة اللي كتكون هي داخلة في المكونات ديال السيكاليم انتوما بالنسبة كمبتادئين ما تديرون جوج رأسكم باتش بات الأسماء كاملة كين جوج ديال أدوية اللي هي عبارة عن إبرة كتتضرب من سنة لسنة هي كوني بخافاك وكين بالنسبة لتسمم المعاوي كين هي باغينول هادو جوج أدوية دابا حاليا راها ما تنسوش قلنا أن شهر ثلاثة قرب يعني في بالنسبة للإبرة ديال كوني بخافاك راها مني كتتضرب كتبقى خمستاشر يوم عاد باش كتشد عاد كيبان الفعالية دياله يعني الناس اللي ما ضربوهاش في شهر ثلاثة سنة وثلاثة شهر ثلاثة وعاد ضربوها راها خاصة تكون في شهر جوج نص دياله باش بحارات تشد في شهر ثلاثة إن الشهر ثلاثة لكيوقعو هاد النواع ديال الأمراض ديال تسمم الدموي وكذلك تسمم المعاوي تسمم معاوي حاولوا أنكم خلفها بحال هادي سوف يديروا لها التقاطية تسمم معاوي ممكن أنكم مرة مرة تعطيهم أشياء الخضراء قوشور يعني باش ديبانيو ما تقوش غي السيكاليم لأن السيكاليم راح غالي شوية في الثمن ممكن أنكم تخلطوهم شوية بالخضرات شوية بالخضار شوية ديال نباتات الخضراء هبا غينول وهالقاضيات تكون زيانة إن شاء الله إذا هدا هو الحلقة ديالنا ديال هاد النهار يعني الشهور التي تكون فيها الأمراض بالنسبة للأرانيب شهر 3 و 6 و 9 شهر 3 و 6 و 9 حظيوا حصنوا الأرانيب ديالكم باش منين تقصروا لهاد يعني منين يكون عندكم كثرة الولادة الإنتاج مش يتخليوا تقالوا واحد الوقت انتوما تبقاوا غافلين وتقولوا بيلي را 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 قادية مزيانة وتقالوا ذاك الوقت ويقا يموتو لكم حصنوا من من دابة باش في هداك الوقت ما يموتوش الأرانيب ديالكم وتستفدوا منهم يكبروا بوحط طريقة جيدة وتستفدوا منهم كالوحوم وكبيع مهم يعني تحسوا براسكم أنكم كتربيوا أنانيب وكتستفدوا منهم ديال الحلقة ديالنا هي را سهلات الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زير جيم ما تنسوناش بزير جيم باش تسندونا وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله